تنعى الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية برئاسة قداسة البابة ودرس الثاني شهداء الوطن الأبطال أبناء القوات المسلحة وفي بيان لها أكدت الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية إننا نعزي وتنمع مصر في معصابه الأليم نسمى التضحية الغالية التي قدمها أولاء الأبطال ونؤكد دعمنا لقواتنا المسلحة الباسلة التي تتصدى للإرهاب دائما إلى جانب الشرطة المصرية كما نطلب من الله عزاء لأسر الشهداء وشفاء عاجلا للمصابين